بعد الهدنة المعلنة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يستعيد الآلاف من الغزويين الذين لجأوا إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة للبحث عن سقف يأويهم بعد تعرض منازلهم للقصف الجوي والبري فقد فر أكثر من 540 ألف من بيوتهم عمال البلدية شرعوا منذ الصباح في تنظيف الشوارع وصيانة الخطوط الكهربائية معبر رفح والآخر فتح أبوابه ليتمكن العمال والطلاب من الالتحاق بمناصبهم في الخارج كما دخلت المساعدات القادمة من مختلف الجهات العربية والعالمية والتي كانت تنتظر الدخول وفي القدس انتقدت الصحافة الإسرائيلية الهدنة التي لم تظهر إسرائيل على أنها منتصرة بل جاءت مقاومة حماس مخيبة للأمال عكس ما وعد به نيتنياهو ولا يزال تسلح حماس يقض مضجع الكثيرين في الدولة العبرية إذا كان وقف إطلاق النار يدخل فعلا حيز التنفيذ ولا تتمكن حماس من تسلح نفسها ووضع الألية لنزع سلاحها أظنها فكرة جيدة وأعتقد أن الجميع تعبوا ويحتاجون إلى قصة من الراحة خمسون يوما من الحرب رأها معظم الإعلاميين الإسرائيليين طويلة بعدما كان رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو قد أعلن أن المسألة لن تزيد عن الثلاثة أيام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر